في أعقاب فضيحة المحركات المخشوشة التي كان بطلها العملاق الألماني لصناعة السيارات فورسفاقين قررت لوكسونبورغ إدعاء شكوى ضد مجهول بشأن وقوعها ضحية تصرفات إجرامية وتقصيرية وقال وزير التنمية المستدامة فرانسوا بوش أن بلده وقع ضحية تصرفات إجرامية قادتها إلى منحي شهادات اعتماد لم تكن لتمنح في حال لم يتم تلاعب في اختبارات انبعاثات الغاز موظفا أن الشكوى لا تستهدف أحدا لأن السلطات تجهل هوية المتورطين في هذه الفضيحة العملاق الألماني كان قد أقر في سبتمبر أيلول من العام 2015 بوضع برنامج معلوماتي في محركات ديازل لنحو 11 مليونا من سيارته للغش في اختبارات مكافحة التلوث